اشتركوا في القناة مساء النور اسرار ومساء الخير ومرحبا فيكم في الليلة الأخيرة من ليالي اسرائي وإن شاء الله عساكم تعدونا كل سنة بصحة وسلامة اليوم فعلا اليوم مسك الختام وخلاص وضحت الصورة ونقدر اليوم نتكلم عن كل عمل بكل ما يخصه من ناحية الإخراج والنجوم والسيناريو والأمور اللي رح نطلق لها اليوم أكيد مع ضيوفنا رح نطلع معاكم فاصل ونستكمل ونشوف ضيوف حلقة الليلة ورجعنا معاكم ومع ضيوفنا لليوم اللي رح نطلق لهم معاهم في العديد من الأعمال الأدرامية اللي قدمت في هذه السنة الإيجابيات والسلبيات لرمضان عشرين اثنين وعشرين من خلال الدراما الكويتية تحديدا معنا السادة الفرح الشمرين مسيك بالخير وحياك الله معنا وهلا فيك الله يحييتش أختي وأنا سعيد جدا أن يكون في غنات الـ ITV وكل عام أنتم خير تغب الأطاعتكم وأساكم من عواد إن شاء الله أهلا فيك معنا السادة الناقد أحمد الناصر مسيك بالخير وحياك الله معنا يهلا ومرحبا وعيدكم بارك أيامك سعيدة إن شاء الله سأيامكم سعيدة آمين إن شاء الله إجمعين يهلا ومرحبا فيكم نورتونا بالبداية ودي أسألكم سؤال مشترك اليوم دراما عشرين اثنين وعشرين رمضانية انجحت فضر أحمد بسم الله الرحمن الرحيم أهني طبعا على الجميع بحلول عيد الفطر أتمنى للجميع السلام والأمن والأمان والخير أنا أعتقد أنه نجحت وبنسبة 80 إلى 85 إلى 90% أنا أعتقد أن الدراما الكويتية أو الخليجية نجحت شون كان سوايا النجاح سوايا النجاح أني أنا قعدت شفت إلى آخر حلقة هذا بالنسبة لي أنا نجاح المخرج العالمي ستيفن ستبيربيرغ مشهور ومعروف وهو اللي أخرج منقاذ الجندي رايان وهو اللي أخرج عدتها يقول أنا ما دمت قعدت وأنهيت البوب كورن اللي بيدي وأنا خلص الفيلم عن هذا الفيلم ناجح أنا أعتقد أنه أنا ما شفت ما دمت شفت المسلسلات إلى النهاية فأنا أصفق لهم على رغم أنه في يعني مستوياتها ضحلة متفاوتة لكن ما دمت أنا قعدت فأعتقد أن هذا نجاح هذه وجهة نظرة جميل أول شي طبعا سعداء نكون في برنامج سراي وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف بالنسبة للسؤال اللي سألته أنا أعتقد أنه دراما 22 دراما عادية جداً ما فيها يعني شيء جديد نحن نشوفها حالياً أفكار قديمة أفكار مستهلكة في محاولات يعني من البعض يعني علشان يطلعون دراما جديدة إضافة إلى أن ما في ذاك المفترض أن يستغلون فترة الحضر وفترة جائحة كورونا ويطلعون بأفكار جديدة أنا اللي قاعد أشوفها هذا هو دراما وين شفت التكرار وين شفت اللي ممكن يكون خلاص هذا شيء مستهلك وقديمة تعودنا كل الأعمال تكرار موجود إلا يعني في الأعمال التراثية الحقبوية ليخليها لأصوب المعاصرة كلها طلاق وخيانات وحب وشلات وكذا وامور يعني مشكلة الواحد المخرج ما عارف يتعامل مع ورق مشكلة مخرج ما عنده ورق ضعيف الورق قضايا أنا توقعت أنها تكون يعني 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 شيء والدليل أنه ما في شيء مسلسل من بداية رمضان اليوم هذا الواحد يحرص على المتابعة شفت الحلقة الأولى شفت الحلقة الخامسة شفت الحلقة العاشرة هي نفس الشيء واليوم ختموها يعني كان اليوم في الحلقات الأخيرة يعني أحسن الله عزاكم يعني كلها موت وكل شيء وكلها حزين وشالات ذلك يعني الشيء اللي توقع إحنا في 22 مفترض يكون عندنا تطور تطور بارز ما أدري ليش عنا على السيستم مادة أوكي مي خالف الطلاق والحوب وشالات وكذا هذه أمور الدراما ما تضرغ من عندها بس أنت لازم تتناول الحدث بطرق جديدة يعني مو بطرق يعني إحنا تعودنا عليه الشيء الجديد هي بس أنك انت تب تقدم عمل ولا شنو يعني في أعمال يعني المفترض على قروب العمل صناع العمل شنو الرسالة اللي بتقدم من خلال هذا بس أن المهم ظهور بس أن المهم أني أنا شوفوني ترينت معنى ترينت هالأيام يعني يعني يشترى يعني لأن بعض المنتجين داقوا علي يبون جهات مالوات سوشال ميديا على أساس أن يعني يرفعون حق عملهم معنى عملهم كان يعني فيه هبوط وشالات تهلي فنسبة المشاهدة بالترينت هذه مو مو قياس مو قياس القياس الحقيقي هو رضا الجمهور وما قدمت من الجمهور والرسالة اللي تحمله من خلال عملك نعم يمكن اليوم إذا تسمحوا لي نبي نسمي الأسماء بأسماءها يعني أكيد هناك أعمال أفضل من أعمال أخرى وفيه أشياء مثل تدنى مستواها سواء من نجوم من أعمال قدمت هذه السنة تبدو أن نبدأ بالنقد أو بالمدح ما رأيكم أو في الأعمال أو في الأعمال أو في الأعمال نبدأ بأسماء الأعمال أنت تسأل أي الأعمال ونحن نعطي تريني نحن نمكنا بنتكلم عن عمل محمد علي رود بما أنه أخذ أيضا ضجة وفيه ناس تكلموا ما بين مادح وناقد وفيه أيضا يعرض على شاشة الـ ATV ودخلت فيه بعض الأمور الناس انتخذوها مثل أمور الدجال وشاوذة الأمور هذه فنتكلم عن هذا العمل بشكل العام نكون بلش معك ساد أحمد محمد علي رود انتاجي طبعا عبدالله بشير عبدالله بشير يرجون سينمائي تلفزيوني نعرفه نحن ونعرفه مستوى الفني وعرف فكرة الفني لكن محمد علي رود أنا استغربت بالبداية أنه أنتج الجزء الثاني من محمد علي رود لأن أنا مؤمن أن أي جزء ثاني موش بالضرورة ينجح لكن التغيير اللي أحدثه في الفكرة في فكرة هذه ربما ساعد في تقبل الناس نوعا ما للمسلسل أنا محمد علي رود إلى آخر حلقة ما أدشي نيبي طبعا أنا من الحلقة الأولى الثانية ثالثة لما شف فنان مثل فيصل العميري أبار كلاب العيد ويعني أوجه للتحية وخالد أمين عرفت أنه مستول ومعهم روان عرفت أنه المسلسل راح يكون فلسفي بطريقة يعني ما راح نفهمه أنا ما أخجلني أقول على الهوى أني أنا محمد علي رود ما فهمته ما أدري شنو يبون هي الفكرة اللي يبي يقدمونها ما وصلتني أنا ما فهمته ما أدري شنو 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 القصة ما أدري لكن شفته تابعته تابعت تصويره تصويره ما كان يعني أنا متخيل أن عبدالله بشهري يمكن ما أشرف على كله لأن أنا عرف دقة عبدالله بشهري كمخرج وعرف اهتمامه بالتفاصيل والتفاصيل والكذا يتابع كل شيء لكن في مثلا مشهد اليوم اللي روان مثلا أنت أزمت تفاصيلها ما بشهد وائد بسيط ما يقنعني أنا إنه يقعد وفيصل قاعد يمثل إحنا هذا إحنا تعدينا مرحلة التمثيل التلقائي هذا يعني أعجب يكون في شوي تعب تتعب على المشهد عشان تغنعني يعني يعني معنين محمد المنصور وجاسم من أبهان وتحركون وكذا خالد أمين لما تطق تطقه ولقيت الذهب يعني يعني عطنا شوي تعب تعب على المشهد وفي المقابل الوائد ناس أشادوا بدور وإداء حصة النبهان فنان حصة النبهان وأيضا الفنان فيصل العميري لأنهم قدموا أمور ممكن تكون إحنا أول مرة نشوفها عشيش لا 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 هذه نقطة وايد مهمة تأثرتها لأن إحنا لدراما عندنا الآن التصوير سينمائي والأداء مسرحي ما عندنا دراما تلفزيوني إحنا الأداء مسرحي حصة النبهان مسرحية فنانة مسرحية نفسه ما حصة فيصل العميري نفسه تعطيك انبهار وتعب هذا مو هذا مو هذا مسرح هذا الانفعال والتقديم الأوفر هذا مسرح وفي فرق يمكن يكون بينهم شعرة بس هذا فرق هذا الشيء التصوير نفس الشيء التصوير كله سينمائي نحن مو قاعد نسيوف دراما تلفزيوني على الفكرة كل المسلسرات التلفزيوني بناهم كل التصوير سينمائي وأداء مسرحي أستاذ مفرح لو أذهب معك ذكرت قبل قليل أن الأغلب ما وصل رسالة ممكن أن الناس تستفيد منها والمشاهدين يستفيدون منها وذكرا مهم استكمالا لما ذكره الأستاذ أحمد أنه ما وصلت حق ليبونا من خلال محمد علي رود هل بالضرورة كل عمل درامي ممكنه يقدم رسالة بالنهاية العمال درامية ترفيهية؟ أول شيء طبعا نوجه تحية حق صناع محمد علي رود محمد علي رود الجلد الثاني الأمانم يعني أنا اللي شايفه فيه شقل فيه انتاء ضخم مثل ما قال أخي أحمد وفيه متابعة يعني من قبل الصناع أنهم يجذبون المشاهد من خلال الأحداث الجديدة اللي حطوها مشكلة محمد علي رود والناس اللي ابتعدت عنها أنا اللي شايفه بالحلقة الأولى والحلقة الثانية أنهم يعني احنا توقعنا أن بالحلقة بالجلد الثاني بداية لازم تعطيني إشارة على وجود جاسب النبهان ومحمد المنصور على قيد الحياة على أساس تشوق المشاهد فهذا الشيء احنا ما شفناه إلا بعد مرور عدة حلقات فاتفاجأنا أنهم على قيد الحياة هذا ما يمنع أن الجهد المبثول من قبلهم أن الأمانة في شقل طبعاً مثل ما قال أحمد أن ترى لما تحجي على أختي حصة أو أخونا فيصة لإداءة مسرحة هذا مو شيء معيب لأن حالات الفنان يكون مسرحة من قبل ما يتجرب لدراما لأنه يعيش الحالة وعيشونه بالحالة جاسب النبهانة كامرته حلوة صحيح إنتاج ضخم روان شيء حلو ما شرط أني أنا أقدم دراما أني أنا ألامس واقعك وإن شاء الله أو أجرك هذا لكن المشكلة أنه مرات الدراما عندما تبدأ بشيء واقعي يعتقد المشاهد أن هذا هو واقعي حدث قصة بنوا عليها كتبها أخونا محمد أنور بطريقة ذكية عن استقل العلاقات الكويتية الهندية الذي قبل استقل سالفة تهريب الذهب الذي صايره قبل وشاء الله فأحاول من كثير ما يقدر أن يقدم رؤية من خلاله ورؤية إخراجية من خلال أخونا جاسب لمهنة فوق هذا يعني الفوقه ما أنا أعتقد أن أخونا عبد الله أبو شهري من المنتجين الصراحة اللي صرفون على العمل ماهم هم إش كثر يدفع وما يدفع وهذا شيء يشكرون عليه بالنسبة حق العمال الثاني يعني إذا كان فيهم رسالة أنا مو شرط أن أتقدم لي رسالة كاملة يعني بسعطني شيء إضاءة جميلة يعني مثال ناطحة سحاب حق الفنانة القديرة سعاد عبد الله النص بسيط جدا بس فيه إضاءة جميلة جدا جدا يعني تشكر عليها أم طلال على هذه وهي إضاءاتها إنه على رجال الأعمال سيدات الأعمال الشركات الكبيرة القنوات الكبيرة على دعم أصحاب المشاريع الصقيرة وهذا شيء إضاءة جميلة جدا يمكن المسلسل يعني مو ذاك يعني ما توقع أنه يعني بعد غياب أم طلال الله حبضها ترد بهذا النص بس للأمانة ردت بنص خفيف وفي يعني إحنا كنا نتمنى أن نكون يعني النص لترد له والعملة تكون قوية فمو سالفة بس عملية ردها بس أنا هذه الإضاءة تكفيني أخذتها من فنانة قديرة حطت يدها على الجرح أن هناك شباب هناك شباب الكويتين يبيضون الوجه من خلال مشاريحهم من خلال هذا بس بحاجة دعم بحاجة حقدزة من رجل أعمال سيدة أعمال شركات شبيرة هذا الشيء شنو تصنف العمل سيدة أعمال شنو تصنف العمل جيد جيد جدا ممتاز متواضع تصنيف لناطحة سحاب لناطحة جيد جيد أنا براي شذي إنه جيد سيدة أحمد شنو تصنف أنا التصنيفات عندي متفاوتة مثلا صورة عامة المسلسل جيد جدا أو ممتاز القصة متواضح مقبولة أداء الفنانين مقبول التصوير جيد جدا فأنا عندي تصنيفات لكنه بصورة عامة أنا مثل ما قلت لكم بالبداية ما دمت أنا شفت إلى الحلقة الأخيرة خلاني أشوف قعدني أشوف إلى الحلقة الأخيرة وعودت الفنانة سعاد عبد الله بعد الغياب سعاد المسلسل جدا متواضع بسيط جدا بسيط مسلسل يعني أكاد يكون مسلسل أطفال يعني لكن هذا وجهة نظري وتزعل أمطلال هذا وجهة نظري لكن أنا أحب أمطلال على الشاشة وجودها أداءها التلقائي حركتها لأن الفنانة سعاد منذ ست سبع أعتقد سبع سنوات تقدم نفسها شخصيتها الواقعية على الشاشة نعم وهذا جميل جدا نعم بس اليوم أنت قلت قصة يعني كأنها قصة أطفال أو يعني توجه للأطفال وغيرها ليش يعني اليوم الأسماء فيها في نجوم شباب وأكيد على راسهم الفنانة سعاد عبد الله والعمل يعني هم ما نبدأ رحنا نبخص حق أي أحد وياك ليش طنفتنا عمل أطفال لا أنا أشبهب أعمال الأطفال تشبيه ليش ليش لأن تشوف الشخص كلها يدولون حول سعاد نعم القضايا تثار هذا قضية بعدها قضية بعدها قضية بعدها قضية كثير القضايا عشان سعاد يتحل عشان امطلال تحل عشان الأداء كلها مركز في المنتصف أعمال الأطفال أغلبها في الطريقة هذه تكون مركزة على شخصية معين عشان الطفيل اختبس منها كل الشخصيات تدور في فلك هذه الشخصية العمل هو فقط قضايا عشان تحلها امطلال قضية تحلها امطلال قضية تحلها امطلال قضية كل قضية حتى القضية اللي في أمريكا امطلال تحلها أيام كنا لاحظنا وايد من الفنانين الكبار اللي تكون في الدراما القضية تحوم حولهم يعني مثلا حول الفنانة هودا حسين حول الفنانة حياة الفهد يعني الفنانة أيضا الهام الفضالة هذه مشكلة هذه ممكن قد تكون مشكلة وإنتوا أخبر بهذا الموضوع أنا ذكرت هذا الموضوع من قبل قلت أنه عندما يكون الفنانين هم النجوم الكبار نظلم جيل الشباب مع أنهم يسمون الأعمال أعمال بطولة مشتركة لكننا سننتقل معكم لنوح العين نرى مقاطع مننا نقطات ونرجع إيه بس يا براشد اللي قاعد يصير ترى غلط أنا أخدم عليك شغل فيه كأهل الفريج كلهم يدرون أنه فره وعياله حرامية ومن التفيل إيه بس مو كل من هب ودب لبس البشت وأنت تدري وأنت على بالك كل واحد يلبس البشت صار نأخذها حوالي الله مزي رحين أنت لفيت ولفيت ولفيت ما لقيت مرة غير بنت فري الحرامي لا يا عدونا أخذها الظليم الشينا فري وعياله خلاص تابوا والله قفوا الرحيم أنا بعينك ها فري وعياله يتبون ممكن في نوح العين هذا العمل اللي جمع أبناء المنصور وعودتهم الجميلة على الشاشة شوفت أستاذ مفرح أول شيء بس بتكلم عن الشغلة نقطة ثارو أخونا أحمد يعني إحنا أوكي به وجهة نظرة إحنا لما نقدم لما ننتقد عمل معين عملية التصنيفات وإن شاء الله هذه راجعة حق الجمهور يعني نفسه بس أنا ما أقدر أني أنا أصنف عمل هذا عمل أطفال ولا هذا عمل أكبار إذا ما في تنويه من قبل الصناع عملية أوجه هذا من يشوفه أنا أعتقد أنه عمل ناطحة صحاب عمل يعني العمال يعني جيد إن زين بس ويحمل 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 رسالة إضافة إلى أن مثل ما قلنا النص بسيط جدا وكنا متوقعين حق خدنا مطلال أن تكون في نص أكبر عودة أكبر نوح العين طبعا أنا أحب أشكر عيال المنصور مع حفظ الألقاب على تواجدهم هذه السنة في شهر رمضان وتواجد نخبة مجموعة كبيرة من الشباب معهم وهذا شيء يدل أن عيال المنصور داشين العملية ليس داشين على أساس كسب مادي مجوزة إيه يعني هم يبون شغلة يطلعونها بعد غياب لهم بالشاشة فحبوا يردون من خلال مسلسل تراثي كتب خول البحرين جمال الصقر وأخرجهم من البحرين مصطفى الرشيد وللعلم يعني هذا نوح العين كان نص مسرحي عرض في مهرجان الشارج الرابع عرضتها مملكة البحرين بسهم ترى مو نفس الحدث مو نفس الشيء يعني مغتل الأعظمة مالت الفكرة وبانين عليها أحداث خيالية الحلو في الموضوع نوح العين مثل يعني كان يبيلا يعني لولا وجوب يعني محمد المنصور أحفظ الألقاب هو اللي شاء العمل يعني شايفه يعني هو اللي هو المحرك لهم فهمتك هذا الشيء يعني نشوف هم حسين المنصور أخوه في محاور أنا كنت أتمنى أن يطلعونا من سالفة الوأد البنات هذا اللي صار بشكل بشكل واسع موجود عندنا وكان بس يعطونا يعني يضيفون شيء حق اللي ذكروه بالمشهد اللي هو فرج وعياله اللي هو نوجه تحية حق أخونا على الجمعة اللي يمثل دور فرج كان أهم النقطة الكوميدية المضحكة الشيالات اللي تحدني هذا اللي أشوف يعني حفر قبور وشيالات وكذا كنت أتمنى أن بس العمل كنت أتمنى أن شوية يعطون يعني فيه تصاعد لهذه الشخصية بعد ما انتقنل من مرحلة لمرحلة يكبر لعباس الشيء اللي يحسب لهم للمانة قبل شوية ذكرت أن الفنانة سعاد عبدالله ما شفتها كعودتها ما كان في المستوى اللي احنا كنا متوقعينه أبناء المنصور هل شفتنا عاودة موفقة حق عيال المنصور عاودة موفقة من خلال هذا العمل عمل طبعا هم يعني تراثي نظيف يعني الكل يشوفه محترمين عقلية يعني عقلية المشاهد يمكن في بعض الهنات أن سالفة السلطان أن تجسد قرور الصفر يمكن هذه الأمور شوي بس بوجهة عام بوجهة عام العمل كان يعني عمل ممتع موفق وراقي ويحمل بين طياته رسالة توجيه حق التجار توجيه حق يعني أمور كثيرة ترى نغشوها عن منه يبوق البلد منه وكذا في أمور كثيرة في هذا العمل أعتقد أن المشاهد ما ركز عليها أكثر أكيد أستاذ أحمد الشايك والله أنا أعجبني العمل وأنا يعني أوافق أخي أبو محمد على أنه لو معطين علي جمعة شخصية فرق مساحة أكبر أعتقد أنه سيعطي زخم أكبر للمساعدة ميزة محمد المنصول في النها الكبير بعبد الله أن مساحة الدور عنده لا تطغى على العمل فيعطي مثلا خوح شيء موزع شبار صحيح سعاد علي كان لها دور كان العبدالله عبد الملك لدور علي جمعة لدور ولو كنت أنتمنى على يعني أنا صراحة أحيي الفنان علي جمعة على دور الدور جميل ومعطينا نخمة من الفنانين حلوين يساعدون في أداء الشخصية هذا كان في الإمكان أنه يعني يستثمر لصالح العمر بصورة أكبر أنا أعتقد أن عودة الفنان الكبير محمد المنصور وخو حسين المنصور والمجموعة علي جمعة أثلجت صدرنا وإحنا سعدتها صراحة أنا في شغلة بس بعد ذلك في عدد من الممثلات الموجودين في هذا العمل نوح العين منهم ممثلة أنا وجه لها تحية أضوى فهد من الممثلات الأمانة التي تمثل بعيونها وهذا شيء أنا لأول مرة أنا متابعها بس لأول مرة أبهرتني في هذا العمل إضافة إلى وجود الفنانة القديرة الإماراتية هدى الخطيب هذا العمل شوية يعني عطانا تفقل وجود مثل ما ذكره هنا أحمد ناصر وجود الفنان البحريني بعد القدير عبدالله ملك أعطى شيء حيوية بالعمل الأماني نعم إذن راح ننتقل الآن معاكم للفنانة حياة الفهد وسنوات الجريش ونشوف معاكم هذا الفيديو ونرجع لكم إن شاء الله لأنني أدري أن أولدت يبي تزوجها وما أني جليل أصل علشان أخرب عليه كاف ممكن عمل سنوات الجريش من الأعمال اللي أخذت ما بيقول حقبة زمنية معينة بس خذت طابع مختلف تاريخ إن نقدر نقول توثيق لبعض الأحداث وغيرها فأنا نشوفها من زواياكم معا أو معا أنا أدري أنت متضادين في هذا العمل فنأخذ معاك ستالي الفرح لذا عند وجهة نظر سنوات الجريش أول شيء يعني ما أركز على مكان محدد وهذه أنا بالنسبة لي مشكلة أتابعه خاصة أنه تاريخي تراثي فأتابعه على أساس كويتي على أساس الإماراتي على أساس ما أدري بس ممكن عشان محد يقدر يمسك لهم إن هذا الحدث ما صار في الكويت مثلا أو ما صار في الديرة المعينة بس لا تنسي إن هذا لازم يأكد خاصة إذا كان مسلسل تراثي يأكد على اللغة على اللهجة على المكان على اللبس على هذه الأشياء شيء ثاني اللي أنا لاحظته إن أم سوزان مع كامل الاحترام وتقديري لها شنها يعني حاسب نوع من الملل في التمثيل أنا هذه وجهة نظري قاعد أشوف إنه قاعد تمثل شنها قاعد يزون هدس في التمثيل هذه وجهة نظري يعني لا يعتقدوني أنا قاعد أعتقدها هذه وجهة نظري يعني هي طبعا فنانة قديرة وكبيرة وتقدر نفسها وتقدر الدور والأداء اللي تقدمها الشيء اللي أنا يمكن ما عجبني صراحة في المسلسل طبعا هذه وجهة نظر أنا وجهة نظر لا 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 أنا قضية النقد هذه أنا ألغيتها من حياتي فهي رؤية رؤية للمخرج هذه رؤية المخرج اللي أقولها اللي طلعوا بره ليش أنا لبس لبس بريطاني ليش جيش بريطاني لبسه جشداشة وزار لبسه غترة وهذا الكويتي هذا الخليج احنا نعرفه أما تعطيني راحين لندن لفة وجاكيت وجاكيت أصفر وهذا جاكيت أحمر هذا في الأربعينات هذا ما كان يعني ما يعكس الحقبة اللي كان المثلوم فيها لو خليني الشباب لبسهم العادي لبس العادي يعني إحنا شفنا الشيخ أحمد المزار أحمد الياب رحمة الله الله المزار لندن في سنة ١٠٩ زيارة الثانية في ٩٣٠ كلهم عبسين غتروا يتشاديش وعقل وكذا فعليش أنا لبسهم بدل ولبسهم كذا فهذا يعني هذا المسلسل يعني تابعته لكن كان يضايقني كنت أتمنى لو أشوفهم شباب كوتيين خليجيين وغترة وشريمبة رأي سمرة لا 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 ما علاقة سمرة إذن والناس شايك فيه كنص العمل حلو الناس مكتوب زين يعني له مداخل ومخارج وفيه أدا وفيه زوايا حلوة والقصة واقعية أنا عارف القصة هذه ولها أفلاوم وثاقية هذه القصة ومكتوبة بطريقة حلوة سيناريو حلو الحوار حلو لكن الأزياء أنا بالنسبة لي شيء رئيسي كنبو محمد ما هيتم بالأزياء وصج مثل ما سمعنا أنه فيه أحداث كثيرة ناكصة هي قصة بصورة عمّة موجودة كلمت بطاقة التموين بطاقة التموين في الأربعينات يعني سنة الأربعينات وشذي طبعا عشان تير قلت هنا بنا نعرف هال القصة وين عشان تيري ما تخفي لكن أنت تقلت أنت استنتج من خلال العمل أنهم يرمزون للأربعينات ودلينا أنت قلت اللبس ما لبس هم هم اللي قالوا أربعينات وليس أنا قلت هم اللي قالوا يعني يعني يرمزوا أوه لا هو باش أنا قصد أنه هل في الكويت كانت بطاقة التموينية بعد شير قلت لك لا والله هذا ليس الكويت هذا الذي كان يحكي لنا فيناه ما رمز لمكان أو زمان ممكن أنه يلعب في الأحداث وفي التاريخ مثل ما يعني يمشي لتسلسل الأحداث وهو يتكلم في ظل تداعيات الحرب العالمية الثانية من 1940 إلى 1945 وأثرها على دول الخليج ككل يعني ككل اللي على الساحل كلهم نعم وهم ركزوا على سنوات الجريش لأن هذه سنوات الجريش يعني شيء سنة حقيقية مرت على الخليج وخصوصا في مملكة البحرين سموها الجريش لأن الناس كانوا ما لقوا شيء من كثر بعد ما قصفوا المصفات اللي بالبحرين وقصفوا مال الظهران فصارت المجاعة وشارات وكذا فصار الناس صار الناس يأكلون ما عندهم شيء وصار في استغلال من التجار اللي كان مثل هنا حبيب غلوم الدكتور حبيب غلوم اللي هو تاجر جلوان الاستغلال هذا أدى إلى الناس أن يدبح نفسهم وأن على يعني على تشيلة إيريش فالعمل أخذوه من هذه الصورة وطبعاً الحدث هذا موجود وتحجوا في التاريخ وكان لدور سطول السفن الشراعية الكويتية في هذا الأمر وهذه الرواية قالها الله الحمد شون طلعت الرؤية كاملة لهذا العمل سأكمل هذه الرؤية السطول السفن الشراعية طلعتها المجاعة وكان لها بدور الكويت تخفيف هذه المجاعة لأهل الخليج وإهل اليمن الرؤية الإخراجية أنا كمخرج أقدر أتعامل بأي ورق يجيني ولكن لا أعطيتك أين حدثت وشلات أول شيء عندي محاذير عندي كذا فلازم أنا ألعب في هذا الجو وخاف أن في دول تزعل أو كذا أن ألبسهم هذا إضافة إلى الأزياء التي تحجى فيها أخونا أحمد وهم رايحين مقابل خطة هنزين من الحليف البريطاني فإذا الخطة لم يرحون حق المستعمر هناك ديشاديش وقتر وشلات وحرب وشلات وأنا شايفة أن تصرف سليم من أخونا مناط تجرد أم سوزان في هذا العمل يرفع له العقال لأنها تجردت في نجوميتها وشخصيتها الكبيرة في ساح المجال حق الشباب وعطاهم الدور كامل وهي كانت ماسك العمل من الألف إلى الياء إهي كانت إهي كانت موجودة في بيوت الطين وبالها مشغول مع الموجودين بالمستعمرة بإمكان أم سوزان من خلال هذا العمل أنها تقعد لك من الجلدة للجلدة بس ثقة أم سوزان تروح تقاتل لا أعتقد ثقة 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 في عادي الأمور ثقة أم سوزان في الشباب اللي معاها نخبة المميزة طلعوا هذا العمل حتى لو تقاتل ما فيها شيء لا 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 ما رح تقاتل ما رح تقاتل اسمعني ما اسمعني إيهي إيهيي بمكان هذه إيهي بمكان هذه هنا تروح تقاتل ممهم مسوزان لا ما فيها مصر مصارفة تغاتل انت تحجات تقول تغاتل لا تقول تمسك من الجلدة إلى الجلدة إيهي اوكي الجلدة من الجلدة مصرت انت امسك سلاحة ثلاثة اربعة مسلسل ثلاثة اربعة مسلسل في المسلمس تعمر ممكن تقدر تزيد مشاهدها لا انت مفهم انت مفهم اللي أنا أقصده بإمكانها تكون من الجلد إلى الجلد تلغي ثلاثة أربعة للمشاهد ما يصير ما يصير أنت ليش يا التحجي الجدي يا التحجي الجدي وأنا ما أدري والله ما أدري لا يعني خلت تحجي أنا زين ويعني قاعد أقول لك بإمكان أم سوزان لو تريد تفرض لجوميتها تقعد تطلع بكل المشاهد حتى في المستعمرات تطلع لك بس أم سوزان عندها شباب معتمدة عليهم والدور ماشي هي دور ماسك البلد هي اللي تدير البلد من داخل فهمت عليك هي اللي تحارب التجار هي اللي تساعد الناس هي اللي كذا يعني ممسارفة أننا والله طيب وشوفت الأدوار بين الشباب بأداء الشخصيات بتوزيع الشخصيات فيما بينهم بروزهم في هذا العمل حتى بالنسبة لنا كجمول خليجي هذا النوع من المسلسل مسلسل يديد رؤية جديدة وهذه تحسب لهم تحسب لهم برافو عليهم وأنا عجبني أنهم دخلوا في أشياء ما طريحت من قبل بالنسبة للدراما الكويتية والخليجية تقريبا لكن مثل ما قلت أنا كانت تصوري لأن أنا قاعد يشوف مثلا الرسومات اللي كان يرسمونها التصوير الأصور اللي كان اللي موجودة الأصور الموجودة في كتب الدول الغربية مثل المريطانيا مثل المانيا مثل روسيا مثل فرنسا تشوف الجيوش اللي قاتلوهم مع الدول الاستعمارية كلهم لابسين أزياءهم سواء كان في الهند سواء كان في إيران سواء كان في القليج سواء كان في وينما كان يلبسون أزياءهم ما يلبسون الجيش مثلا الأستعمار القسون نكب Ottawa هذا يعطي قبول أكثر على منا أطلع من محاذير لازم إن شاء الله إنسان خروح لعمل ثاني عمل ثاني هم من الأعمال اللي أصارت ترند وأثار الضجة وغيرها من الأعمال اللي قدمت في هذا السنة البعض منهم يمكن يقول ما لمستة الواقع وغيرها بيا أشوفها من رؤيتكم من شارع الهرم إلى أوه أحبا لازم أخذ حسين شارع الهرم أنا عندي قرار بين وفي نفسي المتخذ القديمي أنا ما أشوف عمال هبا حمادة فما أقدر أحكم على أي شيء ولا شفت لي زوايا معينة فيديوهات لا أنا ما أشفت عمال هبا حمادة تقدم شو السبب؟ لأنها ضد الرجل وجهة نظري وجهة نظري أنا ضد الرجل بعد هالمرأة تقدمت المرأة كانت ظالمة والرجل مظلوم ما أدير ما أشفتها لكن ما أعتقد ممكن إذا ستغير وجهة نظرك يعني علشان هي ضد الرجل ممتنة عن مشاهدة علمات قدمة أنا لم أقدم عمل يعني في سنة من السنوات كانت كاتبة تكتب عمال كاتبة خليجية تكتب دائما الأبو ضد الأبو الأبو تزود قطع عيالة ثلاث أربع عمال ما يعني صار أوفر خلاص يعني تحس أنه في قضية هي تبي تطرحها مرأة مرتين ثلاث أربع عمال لا تناسبني ولا أفهم ما قمت أشوفني يعني معنى هذا أنه قد تكون عندها شوي بعض المعتقدات أو العقد من صوب الرجل يعني صوب الرجل بس اليوم قدمت الرجل بشخصيات مختلفة لبعض مظلوم والبعض مثلا مقصر بس ما صار بدور الظالم ممكن لكن أنا في قرارة نفسها خديت خرق لا ممكن أن تكون قدمت لي أنا أنا ما شفت العمل هذا طيب لكن أنا ما أعتقد إذا كنت ممكن تغير رأيك هذا الموضة أستاذ مفرح تابعت أول شيء إيه يعني أكيد أن نتابع لأننا في الجريدة عندنا لازم نطلوب أن نتابع كل الأعمال والله الحمد يعني جاية الأنباء وكذا عندنا كل الأعمال الأغلبية لأننا عشين عمل أو أكثر كلها نسوي لهم تحليل من الشباب الموجودين يعطيهم العافية بالنسبة لشارع الهرم طبعا هذا الستايل الكاتبة هبم شاري حمادي تدش في مناطق مناطق محظورة شوي فيها جرأة معروف يعني تقدم لي مرات قصص يمكن إحنا شايفينها في مسلسلات مصرية أو أفلام مصرية بعض اللوحات بالنسبة لشارع الهرم أنا أعتقد أن اختارت أنماط مختلفة من المجتمع وقامت تشتغل عليهم بسلوبها بأفكارها باستايلها مسألة اللي صارت على قولت الضجة وشارات ذي المشكلة بالجمهور بالسوشيال ميديا اللي هو سوى له ضجة للأمانة من قبل ما يبدأ العمل أعطوه ذاك الباور الكامل لو الناس يعني ما فيها الضجة وما فيها الهاشتاغات اللي صارت مطالبة بوقفه وشارات العالم منباره ما هي العمل هذا اللي يطالبون كذا وكذا فصارت لها الشهرة والدليل حاليا من بعد الحلقات مستحقة الشهرة للعمر الشهرة عادية يعني بس شهرة عادية شفت الشهرة هذه بوّل حلقتين أو ثلاث حلقات الآن بعدها وشارات ذي ما هي العمل هذا اللي 28 حلقة يعني فهمت علي هذا الدليل أنك أنت ما في ورق عندك كافة على ساس أنك تستمر وما في نفس طويل ويعني والكاتبة يعني هبة هذا جوهة بس محمد كونا 28 حلقة يعني ما يعني أن هذا نفس ما يخالب بس أنا أنا يعني حين تعودنا أحمد تعودنا على هبة ثلاثين حلقة ومرات واحد وثلاثين ومرات ثلاثين وثلاثين فهمت علي بس هذا العمل أنا حسيت أن يمشون على ردة فعل الناس اليوم تكلم أحمد عن هذا العمل على هذا العمل في السوشيال ميديا باترة قوي هذا المشهد اللي تتكلم عليه أحمد أحط له أحداث جديدة وشارات وكذا كذا عندهم وقت يصورون؟ لا يعني كنا من أول أسبوع في شهر رمضان وخالص لرمضان بيومي كأنك لا لا كان يصورون لأول أسبوع من شهر رمضان توقع هذا اللي لا عرفان لبعد لأول أسبوعين أو خمسة عشر يوم نصر رمضان كانوا مخلصين رادين الناس من أبوظبي كان يصور إضافة إلى العمل أنه على قولة أخونا أحمد أنه ضد الرجال وشارات ذلك قدمة جزئية من الشباب من الرجال أنماط مختلفة وكل واحد على حسب جوه إضافة إلى أن أنا اللي شائع في العمل اللي شاي العمل كله يعني خليه تحسين نوجه له تحية نور غندور؟ لا لا لولو الملة لولو الملة لولو الملة أنا لدي نجمة هذا العمل نور الغندور قدمت رقاصة هي ما تعرف تتكلم مصري أصلا ماذا؟ ماذا؟ هذه مصرية فنانة مصرية لكن عايشة في الكويت موليد الكويت موليد الكويت حتى اللهجة لأن لهجتها الكويتية فأخذت التحجة ما جابت للدور يعني أهم متعمدين بالشيء هذا أختي لأن هذا كاركتر أنا ما بي أوجه أن هذا أقدم أقصد فيه شيء ثاني فالكاركتر لازم يسوي فيه خلل طيب هم قالوا إذا كان هذا الكلام صحيح أو لا قالوا أن حتى حواراتها مأخوذة من أفلام عربية الحوارات الإدارة أو الجمل من إفهات إفهات قبل إفهات قبل بعمال مصرية وشالاته تلقين الإفهات الموجودة التي تقولها طريقة الضحكة طريقة الحركات حتى السيقار يعني ما بنت لها شخصية أو كاركتر لا هي مأخذة معتمدة على شخصيات ثانية اللي هي بالأعمال المصرية القديمة نعم اللي كاننا أيام هندروستوم وشالات وكذا فعينتي فهي مأخذة يعني شغلات شون مسكة السيقارة شون المشية شون الإفهة هذا شون يعني فيه شغلات فهي ما بنت يعني هما الكاركتر المفترض أنك أنت من كيفك أنت رؤية مخرج طبعا المخرج مثلنا صبح سوري المفترض أنه يكون هو يرسم كاركتر ما يعتمد على والله أنا أخذ شخصية أحمد بسوي عليه ما يصير وبعض الأهم أيضا يرسم هذا الكاركتر ويساعد في تغييره إذا حافظ الورق هذا دليل أن الورق ما كان جاهز عنده نعم بس أنه توقيع فهمتك؟ أنا أتمنى من هذا الشارع الهرم أو الشباب اللي بشاركين فيه بغض النظر عن الضجل اللي سووها وشالات وكذا هذا عمل درامي كذا بس لا يمكن يعني الضجل اللي صارت أنا اللي شايفه ويد 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 يعني من الفنان وفنانة ما بي أقول أو من الفنانة أو الفنانة اللي يحتاج استراحة محارب وتقولوا له استريح بالبت شوي أنا قلتها من قبل ويزعلوا مني لكن أقولها الآن مرة ثانية افترض من الفنان القدير على حياة الفهد كل الفنانة السعادة يرتاحون سنة سنتين أنا قلتها من قبل ويزعلوا وذكروني بالاسم النقد يعني أن أنا ضدهم أنا ما ضدهم أنا وياهم يفترض أن يرتاحون شوي يريحون مو يتروا يريحون سنة سنتين يشوفون صحيح سادة مفرح استراحة مهارة عبير الجندي عبير الجندي نعم من الممثل أو الممثلة اللي تشوفون فيه شوية عارة الغرور ولازم شوية دارة عليها ما شايف أحد أبد والله الشباب والبنات لأ ما في شباب والبنات ما شاء الله عليهم كشباب كفناني الكل قاعد يطي عطاء جيد وعطاء جميل أنا ما شوف في أحد فيه سادة مفرح لا ما عندي اسم بس أنا يعني قبل كانت فيهم قبل بعض الفنانين والفنانات فيهم نعرة غرور بس حاليا لا نحن ما نشوف الظاهر خف من كثرة نحن ما تكتبنا عنهم بالصحافة وشارة ديلي سأحترم انفسهم طيب فنان أو فنانة تقولوا لك كافي إيه بعد عن السوشال ميديا دامك ما تعرف تتعامل معاها ما عد أنا منتابع الفناني لا لا أنا منتابع الفناني بالسوشال ميديا فما أدري روح قائل ملك السوشال ميديا إيه متابع لا أنا أعتقد أنه كانت في شيء بس وأنا أعتقد أنه أخوي فنان الجميل جدا أحبه يعني عبدالله بهمل أتمنى أن يتعامل السوشال ميديا طريقة صحية لأنه مرات يضغطون وشلات ويرد عليهم فالردود تكون عكسية هذه نصيحة أنه أنت فنان نجم مشاولات وليك رأيك ما يخاف رأيك كذا بس الحلو أنك تتحكم بعصابك شوية في فنان أو فنانة قلو له خلاص صار وقت الصلح أو وقت الرضا وقت الرضا طبعا طبعا الفنان قدير داود حسين مع الفنان قدير حسين بلام كان يقدمون لنا أعمال جميلة فانا الأواني إذا كان بينهم خلاف إذا كان بينهم خلاف أنا عرف الفنان داود حسين بلام وجه له تحية وبارك لابن يعيد الفنان أخلاق عالية والفنان بلام حسين بلام أخلاقهم عالية ثنائي كنا مستمتعين فيه طعم هذا مفرح أنا أعتقد ما فيه يعني ما يعني إذا كان بينهم خلافات شوف الخلافات اللي تصير بين الفنانين أو الفنانات وهذا شيء أمر شخصي إذا لم يصل لنا كصحابة، يمكن أن يكون هناك خلافات بين الاثنين وشارعات ذلك، لكن كصحابة، إذا لم تتم تداولها، هذا الشيء… من الذي يريد أنهم يصالحون؟ كل الناس. نورتونا اليوم وشرفتونا، وبصراحة حلو الانتقاد، بالنهاية الانتقاد أكيد ليس شخصي لأي فنانة أو أحد كان على رأس هذا أي عمل، ونحن نتحدث عن الأعمال كمشاهدين، ونتمنى أنهم أكيد التوفيق في السنوات القادمة والأعمال القادمة بإذن الله. أعطيكم ألف عافية على وجودكم اليوم معنا في هذه الحلقة الختامية. يهلا، مرحبا، وكل عام، تبخير، وإذنكم مبارك، وعزاكم من عواد إن شاء الله، شكرا، تعودونا كل سنة بصحة وعافية، وهذه نكسة من شركة سرايل العطور، شكرا لكم لسرايل، شكرا لكم لسرايل وإدارة القناة، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا وصلنا معكم لختام هذا الموسم من سراي، نقدم الشكر أكيد للمدير التنفيذي، أستاذ أحمد الفضلي، أبو حمد، نقول له، لم تقصرت، وإستعبناك قليلا معنا، لكن بالنهاية، كل هذا للمشاهدين، ونظر معكم في صورة جدا جميلة وحلوة، ومبارك عليكم الشهر كله، والأيام الياية، إن شاء الله تكون مباركة، وكل عام تبخير، وعيدكم بارك، وبصراحة استمتعنا في هذا الشهر الجميل، مع أضيوفنا، وفنانينا، ونجومنا، اللي قدموا العمال جدا مميزة في هذا الشهر. أكيد، وأنا ودي أكون في شكر موصل أيضا لجميع العاملين في هذه القناة، قناة الـ ATV، منهم في خلف الكاميرات، منهم في غرف الكنترول، مخرجنا، معدين، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جهودكم، كلها طلعت هذا البرنامج بشكل جميل جدا، وأيضا كل الشكر لجميع ضيوف الأقبلة ودعوتنا، وكانوا منورين عندنا استوديو سراي، شكرا لكم، التقبل طاعتكم مع عيدكم مبارك، ونلتقي فيكم في سهرات العيد، والسلامة، ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة